قانونية علشان تطلب من وزارة الشباب ورياضة الرد عليها سريعا بخصوص رد تبرعات المسشور تركي ألي الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي إليها ولكن هي كلها كانت خلاص سيعتبر في خزينة النادي والنادي مملوك للدولة وبالتالي خروجها لازم إذن من وزارة الشباب ورياضة اللجنة القانونية استفسرت من اللجنة القانونية بقى المناظرة الموجودة في وزارة الشباب ورياضة المشكلة أصلا للرد على هذا الأمر واجاء إنهم لو سمعتوا عايزين نسرع الإجراءات عايزين نرد الفلوس اللي طلبها المصر أو اللي إحنا قررنا في بياننا إن إحنا نرجعه وهو علق بعد كده بإنه آه أنا عايزها وياديت نشوف الفلوس هترجع إمتى بعد إياه كان قال إنه عايز الفلوس دي تروح مباشرة إلى صندوق طاحية مصر دعما أو حبا في مصر اللي بعد ما توجهنا لوزارة الشباب ورياضة في أحد المصادر هناك رد علينا بإنه هيكون الرد غالبا القانوني إن وزارة الرياضة ليست طرفا في هذا الأمر إن وزارة الرياضة بس موقفها هو الموقف القانوني إن هي بتحدد الفلوس ينفع تدخل دخلت بشكل قانوني ولا لأ ولو خرجت دي مش بتاعتنا إحنا إحنا بنتابع بس وبنشرف على الأمور القانونية وعلى قانونية التبرعات من عدمها على هل قيضة التبرعات في محاضر ولا لأ هل التبرعات دخلت بشكل سليم ولا لأ هل كل حالة كانت مدونة ولا لأ لكن إن تبقى الوزارة تاخد الفلوس أو تقول للأهلي تمام طلعوا الفلوس للرئيس الشرفي السابق للأهلي دي مش بتاعتنا فيكون ردها إنه رجعوا أنتم الموضوع للجامعية العمومية اطرحوا على الجامعية العمومية وهي توافق وساعتها طلعوا الفلوس مش هيكون من خلالنا إحنا في وزارة الشباب والرياضة ليه لأن إحنا ما عندناش سند قانوني في الوزارة إن إحنا نتدخل في هذا الأمر قالوا بالضبط كده لما سألناهم إن دول الوزارة والجهة الإدارية رقابي على مجالس الأندية علشان ما يحصلش أي فساد أو دخول تبرعات بدون موافقة الوزارة الدور الثاني لينا هو توجيه صرف هذه التبرعات لضمان إن إحنا نتروح في أماكنها سليمة لكن الرقابة القانونية لمنع أي تلاعب ده دورنا الأساسي وده ما حصلش ما فيش أي تلاعب حصل في الأمور المادية للتبرع لكن رد علينا لما سألناه برضو إنه إزاي ما هو الأهلي هيتطلع الفلوس إزاي غير قصة الجماعية العمومية قال إنه أصلا الأهلي حد النهاردة بيجي له تبرعات من الأمير الراحل عبدالله الفيصل السعودي أيضا ولليه يعني تبرعات عديدة في النادي الأهلي لكن هو حتى بوفاته استمرت التبرعات حتى هذا اليوم وهي عبارة عن أسهم في أحد الفنادق العالمية الموجودة في مصر بتطلع بشكل سنوي أرباح للنادي الأهلي بتدخل في خزينة النادي الأهلي دور الوزارة بس هو إنه يتابع دخول هذه التبرعات وإنه ليس له أي حق أكتر من ده إنه هو يوقفها أو أي حاجة لو عايزة تقف أو يتم ردها برضو بيكون من خلال الجمعية العمومية في النادي الأهلي دي ممكن تكون نقطة مهمة ممكن تكون بتحدد المصاري عن الفترة اللي جاية على كيفية رد تبرعات توركي آير الشيخ لمجلس الأهلي إليه مرة أخر مبارح في إطار حديث الكابتن سيد